في الزواج اللي مفروض يكون سعيد وصحي شو أهم شيء؟ الوصول للغة التالتة ها شو يعني؟ ما بين الراجل والست الراجل عنده لغة بتكلمها والستة عندها لغة تانية بتتكلمها طول ما هو بيحاول ياخد لغتها مش هفهمها وطول ما هي بتحاول تفهم لغة مش هتفهمها ده فرنساي وده انجليزي دول لغتين غربة في لغة تالتة بتبقى مشتركة انك تتعلم لغتها وهي تتعلم لغتك انه الراجل ده كتالوج هو مخلوق كده يعني فهم؟ والستة دي كتالوج ربنا خلقوا كده خلقوا كده ما تغيروهش هو مخلوق كده بفهم عادي القميص كده ده الزراير الشمال دي فوق دي الرجالة وده فوق دي للستة معروه انتهينا يعني أصد هو كده الدزاين مشي كده فالفكرة في انك انت لما تعرف الكتالوج تقرى المينيو بتاع الستة وهي تقرى المينيو بتاع الراجل فهي فهمة انه الزرار ده مش بيشغله الزرار ده بيطفيه او الزرار ده بيحرقه او الزرار ده بيطلع تلج ده مش زرار فهم الحاجة الساعية فانت هتفضل تدوس على زرار غلط عشان انت ممتزر حاجة تانية وهي هتفضل تدوس على زرار غلط عشان هي ممتزر حاجة تانية لا اعرف الزرار ده بتاع ايه؟ هي بقى الصعوبة في انه الزرار مش مكتوب عليها فامثلة بسيطة زي فكرة انه مثلا الست ما تقولك ما تلبسش ابدا قبعة الحكيم في الوقت اللي هي جاية لانه مديرها في الشغل مدهيها او عندها مشكلة مع صاحبته او مش عارف ايه ما او ما تخط رجل على رجل كده وتلبس قبعة الحكيم وتقولها وتعمل فيها حكيم وان انت العارف بكل شيء وانا اقول خصوصا لبقى لما تحط بقى جاز على النار اكتر ولا بنزين تقولها انا اقول تلك من الاول انه بلاش الست دي سمعتها مش عارف ايه او ايه او ايه ثق تمامنا هتنزل السيطرة هتقولك اوك 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 ما ارشوف الاكل اللي عنها انت بالنسبة لك هتاخد التصرف ده بشكل تاني خالص انه عشان بقول رائي يعني عشان بروح واقع تكمل وراها بقى تعمل تفهم تغرز اكتر وفيه وقت بيقولك ست مش عايزة قبعة الحكيمة هي عايزة بس تقولها اه 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 يحل وبعدين اه يحل بس اسمع بس اسكت اسمع ها وبعدين 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 غايت ما تقول كل اللي جواه كله واتفطفط هي في اللحظة دي بتحتاجك كده بس مش عايزة حاجة خالص مش عايزة رأيي بعد بقى ما تخلص هي خالص تقول ايه رأيك بقى طب انتي ايه رأيك ايه رأيك تعمل ثم تقول رأيك حلو؟ دي لغة دي لغة زي ما بيجي الراجل من بره متدايق هي بتيجي تقوله مالك في حاجة يقولك الراجل سيبه يدخل الكهف بتاعه لو طالما جاي عامل كده سيبه يدخل الكهف سيبيه يدخل الكهف بتاعه لمدة عشر دقائق ربع ساعة واعلامي جايد انه هو هو هيخرج يحكيلك ففيه ست بتخيل انه مالك ما بيقولش هو عايزة وبعدين مثلا نيمسك تيفون فتسمعه بيحكي الواحد صاحبه الشغل عام النهاردة مش عالف اعمل ايه وسو ايه اعمل ايه اعمل ايه وبتعمل ده كتالوجو كده والله هي بتاخد ده على انه هي مش مهمة في حياته وانه بدا صاحبه عليه وانه معقولة بتحكيله وما بتحكيليش او بيحكي لامه او فاهم؟ وكاينك ما سمعتيش يليف 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 هيرجع ولك شغل النهاردة ها مش عايزة وحيحكي كل حاجة وحيب عايزة رائق ففيه فكرة انه الستة تبقى عارفة انه الراجل مفروض يخش الكهف لو اه جايزة على ال سبع عشر ده عشر كاعدة انه الراجل عارف ان الستة دي عايزة دلوقتي طب طبع عشان بعد كده ما يلبس قبعة الحكيم زي الستة وهو هي الراجل الجنبه في العربية فتيهين في حطة مقطوعة فهي اسأل او تلاحزها دائما اسأل طيب حاضر حاجة اسأل فتبتدي تعصى ما تسأل اي حد فتبتدي هو ياخدها في ان هي هو انا مش راجل ولا ايه ياخدها كده على كرامته لما تيجي ترجم الموقع قبالك بقولك كلام ده ده علمي ده مش كلام من وحي استنتاجي يعني ده هتلاقيه مكتوب في الرجل من الزهرة والمرأة فبيك ترجم فعل المرأة هنا انه هي خايفة عليه وعلى الايال وعلى هي خايفة بس ده شكل تعبيرها عن الخوف ما بش هتوقف ده خايفة عليكم لا هي دي طريقته هو بيترجم التصرف ده اللي هو استقبله غير باطنه هو ازاهره غير باطنه فاستقبله بانها ما بتصقش فيه وانه انا مش راجل وانه مش مش مشة مع راجل يعني وانه ايه وبتاع فيبتدي تعصب عليه فلما بيتعصب بتقوم حريقا هي بتتعصب فتقوم حريقا انا بقى لو فاهم انه بترجم ان ده اه هي خايفة علي فحيبقى رد فعلي ان انا بطمنها مش بخدها على كرامتي اه طب لا اطميني حاضر هنسأل حالا هي اول واحد هنشوفه واحد هنسأله حتى لو بيعمل ده عادي لو سمحت اروح مين في ايه هي ايه هي هي ديت خالص فده اللي بتكلم فيه فانه الظاهر شيء والبطن شيء والرجل عنده زاهر وعنده باطن بردو فلما بتعرف في عنا احرف ظاهرك ايه فحعملك على اساسه فحتلاقي ايه دي اللغة التالتة فحتلاقي العدانية بقت بيز جميل هذا اروح اكلب انا حاس انها هطلعلك ارنب من جيبك توقع